السلام عليكم ازايكم وعملين يا رب اكونوا بخير معكم بيسوف الشبراوي والنهاردة كده فيديو سريع هعملكم فيه شوية تعرض ان شاء الله ترد الناس فضل الله الفترة الاخيرة احنا فيه موديلات تيادة ماشيين عليها بعروض كويسة اقل لمساء للسوق. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هبقى معنا عاردين العاردين دول ان شاء الله هنقولهم في الفيديو. بس قبل نقول لعاردين نقول بس العنوان بتاعنا وارقام تليفوناتنا وكل حاجة. بالنسبة للعنوان انا في شوبرا الخيمة. ممكن تيجي عن طريق المؤسسة. كوبرا الخشب اللي هو بعد ما فيجي كلافتها العصفور. او تيجي عن طريق الشرع الجديد محطة الفيلا. واللي بيجي واش عارف الطريق ممكن يكللني ابعات له لوكيشن او هو يقول لي هو جاي منين وانا هصف له الطريق بازن الله. بالنسبة للمعايد للشغل كل يوم انا موجود من الساعة اتنين للدور لحد في ساعة اتناشر بالليل مفيش اي ايام فيها اجازات. ارقام التليفونات معاك رقمين زيرو احداشر الاربعة وخمسين ستة وتمانين خمسين خمسين وده رقم الواطس بتاعنا. ومعاك رقم فودافون كاش اللي هو زيرو مية ستة اتنين ستة اربعة تسع خمسة اتنين. وتقدر تتصل به على اي رقم من نعم. بالنسبة للضمان بتاع الشاشات انت بتاخد مع كل شاشة من هنا ضمان شهر استبدال. الضمان ده بيبقى ضد ايوب الصناعة. طبعا الشاشة لو كفت اوجاه فيها خط ده بره الضمان. الضمان هنا بيبقى ضمان على البردة وضمان شهر كامل استبدالتا ده تجرب فيه شاشة براحتك. آسف جدا طولت عليكم وخلينا عطول نبدأ في العروب بتاعتنا. اول عرض معانا دي الاي سر البي اربعة وعشرين فتة اتشي ال دي اللي يارى اربعة وعشرين بوصة. ودي السامسونج ال اس اربعة وعشرين اي ستمية وخمسين. انا الشاشات هنا هوبانة الابعاد بتاعتهم هي سبتاشر على تسعة. المداخل هنا وهنا. عندك هنا الاسر فاسم معادة الخلاق دي ما فيهاش. ده شكل الاسر اهو. عشان الناس بشافع عن ارب. ودي الاعدة هي. جاي بعدتها الافتراض. معلش الناس اللي خلت من الاسر في الدفعة اللي فاتت. نتزعلش مني والله دي دي دفعة جديدة عشان ناس قلت تسألني على الاعدة تاعتها في الدفعة اللي فاتت كانت الاعدة تاعتها مش موجودة. فالناس ما تفتكرش ان انا نخبيها. لا دي يا والله الاعدة الدفعة جدا لسا جاية هي. اهي زي ما احنا شايفين كده. دي المداخل بتاعتها. اثر من الموديلات الجميلة جدا. صراحة يعني اه ناس كتيرة جدا بتحب الموديل ده وانا شخصيا يعني. السامسونج برضو ناس الكلام. في ناس بتقول ليس فهي اه يعني شركة كويسة. بص يا جماعة بتعمل موديلات كتيرة. انا بفضل الموديلات افضل موديل اللي بقول لك من سامسونج لو انت عايز بجد حاجة تعيش معاك. طبعا هي العمار بيادل لا بس احنا بنتكلم اه من حيث الاسباب ومن حيث في شغلي انا مشفتش عمري فيها مشاكل ومن الموديلات المحترمة جدا اللي هي بتيجي بالشكل ده. انا بش هقول لك موديل معين. انا هقول لك شكل معين. الشكل ده اللي بفيه مخطة ده كده. اللي هو الحتة دي واللي بتبقى باور مش ادابتور. الشاشات دي من افضل الشاشات اللي اتعاملت من سامسونج العمر الاسطراضي. انا بتكلم في حيث العمر الاسطراضي. الشاشات دي بقى عايزك تصور الحتة دي. دي كلها زي ما احنا شايفين كده بص ما يقرد تصميع بتاعها. جيرماني شفالباخ مدينة شفالباخ في جيرماني. الشاشات اللي هي الشكل ده اهو تركز معي الشكل ده بتتصنع في المانيا زي اللي هي معروفة اللي هي الحاجات اللي هي بتتصنع في المانيا دي من افضل افضل حاجات في الشركات. اه سامسونج بتصنع حاجات يعني موديلات عندها في ماليزيا وموديلات في اوروبا وموديل ده في المانيا. فالموديل ده من افضل موديلات في العمر الافتراضي. زي ما بقول لك كده عمرنا ما بنقابل فيها مشاكل. ده شكل الشاشة اهو. وش وضهر. السعر. فضل الله القسار كنا اخر مرة. لو الليد يعني اربعة وعشرين الليد العادية كنا بنبيحها ب الف مية وخمسين. ب الف ومية النهاردة. تمام? ب الف ومية اقل من سعر السوق. بفضل الله شديه. انا بقول لك ينزل اسأل عليها في المول انا بديك موديلات وبديك سعر وبقول لك ينزل اسأل عليها في المول شديه اغلى من فضل الله مية وخمسين ومتين جنيه. ب الف ومية جنيه. سواء السامسونج او الاسعر. واللي تنزل الملتاج بيجو بنفس المواصفات. كده احنا خلصنا العرض الاولاني. ندخل على العرض التاني. فيه تلات موديلات اربعة وعشرين بوصة. عايزك تركز كده معي في مصفتهم. اول شاشة معانا. ودي انا عملت على فيديو قلت الشاشة المظلومة. عشان دايما الناس بتدخل تسرج عليها بتلاقي الاس ار جي بي قليل. بتلاقي مثلا شاشة لي اس ار جي بي تسعين في المية. فالناس بتوزم الشاشة دي وقول لي يا جماعة الشاشة دي مش شرية المحترمة جدا. ناس كتيرة بتاع اي رت بيشتغلوا عليها. وفيه ناس بيفضلوها والله على عشان العمر رسطر دي بتاعها كويس والوانها بتبقى اجاية من المصنع اه كويسة جدا. البنل هنا اي اتش اي بي اس بي ال اس والبنل هنا مصنع من شركة سامسونج وشركة ال جي. الشاشة موجهة للايدت والجرافيك والمونتاج وكل اعمال دي. هنا دي الف تسعمية وعشرين في الف وامتين ابعاد ستاشر على عشرة. بالنسبة للمداخل. المداخل اللي هنا في الشاشة فيها تلات مداخل. ده شكل الشاشة او من الظهر. فضل الله الحالات كلها زيرو زي ما احنا شايفين كده. ودي حالة الشاشة. طبعا في ناس بقول لي يا يوسف هي الشاشة دي كم هرتز كم اللي سجن طول ما انا ما بقولش كم هرتز او او شاشة بش مميزة ان الهرتز بتاعها حالي فاعرف على طول ان الشاشة دي ستين او خمسة وسبعين هرتز. مدام انا ما قلتش هرتز معين. طيب سعار العرض ده كام? هو العرض كله جاي عشرة جاية كلها. دي انا بطلحها بالف وثلتمائة جنيه. وبرة بتتباع بالف وخمسمائة جنيه. بفضل الله موديل ده بنطلحها اقل من برة بيمتين جنيه. دل اي اربعة وعشرين وان اي. دل الالترا شارب. اليو اربعة وعشرين اتناشر ام. واللي احنا بنرشح بها جدا. الشاشة دي انا برشحها بقوة. من حيث كأداء. كعمر افترادي وكشاشة محترمة جدا من شركة دل. الشاشة دي يا جماعة هي 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 طبعا جات عندي بفضل الله عندي منها فبرضو انا بقول لك اوه. انا واحد جاي لهو والله بقوله دي زي بل بالعكس انا بفضل الدل عشان شوية حاجات تانية حتى والله العميل بيجيلي انا بقوله انا بفضل الدل الالترا شارب عن ال وبصراحة مش عايز اقول ليه عشان الحاجات دي بتضر التجار فانا مش هقول ليه بس اخدها مني كنصيحة الدل الالترا شارب افضل من من حيث العمر الاستراديو والحالات بتاعتها انا بكلمك بصراحة دي بتيجي ببانل اي اي بي اس والبانل ده لو انت دخلت فرشت هتلاقي هو ده البانل اللي متاخد في الاتش بي زد اربعة وعشرين اي نس البانل بالموديل دي اربعة وعشرين بوصة اللي دي اي بي اس رزولوشن فول اتش دي الف وتسعمية وعشرين في الف وامتين الابعاد هنا ستاشرة العشرة والبانل هنا اي بي اس اس ار جي بي تسعة وتسعين في المية معلش يا جماعة دوشة ده ضهر الشاشة اهو بفضل الله الحالات كلها زي بيقول لك كده زين series الحالات كلها جاه في فيرو فارز اول المداخل فيها تلات مداخل فيها ودفي او اي وفي اربعة تمام موديل ده بباع بره بألف ونص بار بلف وتلتمية اهو بفضل الله لازم يقول لكم كده انا ماشي بمبداية كسب قليل وبيع كتير. بفضل الله بجيب الموديلات اهو. الحمد لله الدنيا مدام في شغل والافعار زي ما هي ثابتة. انا بجيب وبمشي. والحمد الله بفضل الله. بش المكسب بس مكسب فلوس. المكسب مكسب عميل. الناس تبدأ تعرفنا وترشحنا لغيرها بفضل الله. فانا بمسك الموديلات اللي هي سعرها. يعني مسلا السوق مسكها بسعر غالي. على ستجاهها بسعر ارخص بحاول ما اشعر الناس عشان نرد الجميع. اخر شاشة معنا النهاردة المطلب الجماهير لأي حد بيبدأ يروح يسأل حد اكبر منه او حد يشغال قبله في الشغلانة عايز اشتري شاشة استراض وافضل شاشة تديني روح على طول على اي انا ببنكرش ان الشاشة دي من الشاشة الممتازة جدا والاسبار التي تنسها في السوق المصر وكتير من الناس بتوعية شغالين عليها لكن انا بدايما بنصح اهي الشاشة عندي عشان بس ناس ما بتقولش فيه ناس بتفتكلي لما احنا بننصح حد بحاجة واكي اني مسلا هي بش عندنا فاحنا بنصح ولا انا بقولك بميور دل عندي ما هو زد الاسبلي وعند الدل انا بقولك خليك في الدل الدل اليو اربعة عشان اتناشر ام اللي اتنين كمواسط واحدة لكن انا بقى كواحد تاجر وكواحد بفضل الله بقى عايش الموديلات كتيرة انا بقولك الدل افضل لك بميور دل وعندي الموديلات وكل حاجة موجودة اتش بي زد اربعة وعشرين اي الشاشة هنا بتيجي ببانل اي بي اس بي الاس بانل المشترك من شركة سامسونج والجي في ار جي بي تفعة وتسين في المية وفي حاجة برضو في ناس كتير اكيد جيه في بالها. الشاشة دي شركة سامسونج والجي بتعملها. دي الاي بي اس بس يعني اللي بتعملها. هل في فرق? انا قدت اللي تنجم ببعض عشان احاول اشوف في فر ولا ما كانش فيه اي فرق. فبصراحة مش عارف مسلا مشاركة سامسونج بتعملها مع الشاشة مش عارف يعني مسلا اي الفرق في حاجة بسبب انا على شخصيا ما لقيتش فيها اي فرق. طيب الشاشة دي اللي هي زي اربعة وعشرين اي ده شكلها من الظهر اهو. تمام? المداخل بتاعتها ودي في اي وديس بلي بورت نفس الدل بالزبط. الشاشة دي يا جماعة اصلا مش موجودة في السوق. يعني انت لو دورت كده النفس بتقول لي بيتلف ما بتلاقهاش. ويوم ما بيلاقوها عند حد يعني انا والله بكلمت بجد واللي عايز يسأل يعني الشاشة دي بيسمعوا فيها الف وسبعمائة جنيه. انا مش هشتغل شغل التجار وعد امميزها عن غيرها. انا بالنسبة للشاشة دي زيها زي الدل بيشاشة اربعة وعشرين لد ضي بيحها بالف وتلتمائة جنيه. بالف وتلتمائة جنيه ولا هعمل لك شغل التجار ولا هقول لك اهو بالف وتلتمائة جنيه. يعني الشاشة دي انت بتاخدها اقل من سعر السوق بربعمائة جنيه. طيب يا جماعة عايز اقول كلمتين في الاخر. اه دلوقتي انا بعرض لك السعر بعرض لك وصلات وكل حاجة. اه في ناس كتيرة بتجيلي فضل الله معظمهم بيبقى الدول دي. بيقعد يطلب مني خصم زيادة عايز يفاصل في حاجة زيادة. فانا بقول له انا حاطت سعر الشاشة النهائي. زي ما احنا دلوقتي اتعلننا ثقافة ان احنا بنشتري اونلاين وان احنا بقينا نشوف الحاجة من غير بقى ما نتيجب نفسنا ولف في المحلات لازم نتعلم ثقافة ان الشخص اللي بيعرض حاجة عن نت بيحاول على قد ما يضبط السعر على قد ما يضر لان احنا دلوقتي تنافسي. انت وانت قد في بيتك بتشوف الشاشة عندي وعند غيري وعند غيري. وانت اكيد بتدور على السعر الارخص والحالة الافضل لك. فكل واحد بيحاول يبزل اقصى جهده عشان يديك السعر الافضل. فالموضوع ما بقاش فيه زي انك تخش محل تسأل على حاجة في حط لك عشرة جنيه خمسين جنيه زيادة في الحاجة على ما انت ما تفصلوا فيها. لأ. الشخص هنا بقى بيحاول يرد لك احسن سعر عشان اصلا يجيبك انك انت تشتري منه. فمشكلة انا لو واحد قدي كشاب مش هتحرج منه. بس الناس بتبقى دي والدي وبيقعد يتعشم في خصمه كده. فانا يا جماعة اه يعني ما بقدرش نزيله حاجة وبيمشي زعلان فالحاجات دي كلها ملاش لازم يعني انا ببقى مدية والله ما بقى حد يمشي زعلان. فانا ببديك الشاشة بقول له والله يقول له انت اسأل الشاشة دي انت بخدها اقل من سعر بره بفضل الله الشاب بتاخد اقل بانتين وتلتم ميت جنيه من سعر بره. فانا بحاول ازبط لك الاسعار على قد ما اقدر فالله يكرم لكم محد الشواء دي وفاصلني في الاسعار. انا ببريك الحالة وبريك كل حاجة. في شاشات اي من ال ال وال دل اللي ما فيش منها في فرزة تاني خفيف. بفاقة خربوش بسيط. بسيط حاجة بسيطة. عشان اللي حاجة بيشغل تلفزيون ولا حاجة بقلب خمسين جنيه. عشان برضو يعني الناس ما تكلفش نفسها واحد عايز يشغل شاشة عايز ياخد شاشة جميلة زي دي. يشغلها تليفيزيون مثلا او اي ان كان بايشغلها اي حاجة. وبش هيفرق معها خالبوش بسيط من الجنب هنا حاجة بسيطة. هياخدها بقلب خمسين جنيه. تمام? انما في ناس بتيجي. يقعد يفرز الشاشات. وعايز الفرز الاول. وممكن يفرز بالاربعة وخمس شاشات. وانا ما بتكلمش بسيبها على راحت وانا دايما من مبدأك كده. والناس اللي بتجي العارفة. افرز الشاشة براحتك. خد الشاشة اللي تعجبك. انا ما بتكلمش بفضل الله العداء الكبيرة وانت نائف ما انت عايز. لكن ما تجيش بعد ما تنائف وتفرز وتاخد افضل حالة واللي انت عايزه. ما تجيش توقف تفاصيل السعري. وانا بفضل لازم بقول بديك سعر اقل من سعر السوق. كده كان الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتم مشتركين عشان دايما نصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. رقم الوصف بتاع زهر لكم عشان اللي حبيب يتواصل معي على اي عرضة من العروض. كان معكم مصف الشبراوي. السلام عليكم وانتر وبركاته.